إذا كنت من مستخدمي هواتف الأندرويد فلا شك أن هناك العديد من التطبيقات الرائعة التي عليك تجربتها أفضل 6 تطبيقات الأندرويد لعام 2025 بداية من تطبيقات التواصل الاجتماعي في مكان واحد إلى تطبيق حماية مكالماتك الواردة وأيضا حماية مفتاح اليوسبي بكود قوي لحماية ملفاتك الحساسة وكذلك مشاهدة برامجك المفضلة وإلى تطبيق يتيح لك التحكم من الدقيق في مستوى صوت كل تطبيق على حدة إضافة إلى تطبيق لتنظيف الملفات الغير الضرورية مثل ذاكرة التخزين المؤقت تطبيقات موفدة في انتظاركم بعد ذا الفاصل هل قالك بشأن خصوصية ملفاتك لمفتاح اليوسبي أو تخشى أن تفقده أو تنسى في مكان ويحصل عليه متطفل ويتصفح ملفاتك الخصوصية فإليك الحل عبر هذا التطبيق البسيط والفعال حيث يتيح لك قفل مفتاح اليوسبي بكلمة مرور قوية فمجرد قفل مفتاح اليوسبي لن يتمكن أي شخص من الوصول إلى ملفاتك دون إدخال كلمة المرور الصحيحة فكما تلاحظون قمت بتعين كلمة السر والآن سوف يتم تشفير كل بيانات مفتاح اليوسبي بالكامل كما تلاحظون أيضا على الحاسوب كذلك كما سوف نلاحظه سوف نقوم بربط اليوسبي مع الحاسوب وكما تلاحظون سوف نجد المفتاح اليوسبي فارغ تماما هكذا تم تشفير كل بيانات مفتاح اليوسبي طريقة إلغاء التشفير أصدقائي فالأمر بسيط جدا عبر التطبيق نفسه تقوم صديقي بالدخول إلى التطبيق ثم تنقر على أوكي ثم تقوم بإضافة كلمة السر التي قمت بحماية بها مفتاح اليوسبي وهكذا سوف يفك التشفير أصدقائي بنقرة واحدة والآن سوف نشاهد أنه تم فك التشفير ويمكنك تصفح ملفاتك على مفتاح اليوسبي بطريقة آمنة كما تلاحظ إذا كنت تخشى أن يرد شخص ما لمكالماتك خصوصا السرية فهذا التطبيق الثاني سيقف في وجه المتطفلين من الرد لمكالماتك الواردة لكن كيف؟ الأمر بسيط جدا فعند تحميلك للتطبيق وفتحه تقوم بدبط التطبيق على هذا الشكل تنقر على هذا الخيار Pass Lock ومن ثم تنقر على خيار أسفل Pass Code وتقوم بتعين كلمة السر مكونة من أربعة أرقام وتؤيد تأكيد كلمة السر وتشغل التطبيق على كل أرقام الهاتف ومن ثم تقوم بتفعيله من خلال هذا الخيار وهكذا الآن كل مكالماتك الواردة ستكون مهمية ولن يستطيع أي أحد الرد عليها إلا إذا وضعت كور الحماية الذي بحوزتك أنت فقط قبل أن نكمل شرح التطبيقات أود أن أشارك معكم هذا الموقع الرائع لزيادة اللايكات والمتابعين على الإنستغرام كل ما عليك هو التسجيل بحساب وهمي على الموقع يمكنك فاتح حساب جديد على الإنستغرام ثم تقوم بإضافتي على الموقع بدل ذلك تقوم بالنقر على لوجين هنا بالأزرق سوف يعطيك هذه الواجهة كما تلاحظ يمكنك زيادة اللايكات المتابعين التعليقات وكذلك مشاهدة على الرائع سواء على الإنستغرام وكذلك يتوفر على ميزة التيك توك كل ما عليك صديقي وأتواجه الآن إلى الإنستغرام ثم تأخذ اليوزر نيم الخاص بحسابك الأساسي في الإنستغرام الحساب الرسمي سوف أقوم بأخذ هذا الاسم أورفان بلاك 48 ثم سوف أقوم أصدقائي بالنقر على زيادة المتابعين في الموقع بعد ذلك أنزلي للأسف سوف أجد خانة إضافة اليوزر نيم أو الاسم الحساب الرسمي الخاص بهنا ثم أقوم بالنقر على هذا الخيار الأخضر بعد ذلك نزلي للأسفل ثم نقوم بالنقر على خيار Start وهكذا سوف ننتظر بعد التواني وسوف نتوصل بالمتابعين على حسابنا الإنستغرام الرئيسي كما تلاحظون هنا في الأسفل ليعطيك عدد المتابعين الذين انضافوا إلى الحساب وهنا التوقيت سوف نحصل على 35 متابع في أقل من دقيقة كما تلاحظون أمامكم سوف نتوجه إلى الإنستغرام وكما تلاحظون أصدقائي نعمل Refresh تم إضافة المتابعين إلى الحساب بطريقة كما تلاحظون سهل للغاية عن طريق موقع بسيط عن طريق يمكنك تجريب حساب وهمي وترسل من خلاله متابعين حقيقين إلى حسابك الرسمي رابط الموقع سوف تجدونا بالوصف أسفل هذا الفيديو ونكمل شرحة تطبيقات هل تعبت من ضبط مستوى الصوت يدويا لكل تطبيق؟ هل ترغب في الاستمتاع بموسيقى صوت مثالي لكل تطبيق تستخدمه؟ فالتطبيق الثالث Volume Control Pair Up هو الحل الأمثل لك هذا التطبيق الرائع يوتيه لك التحكم الدقيق في مستوى صوت كل تطبيق العاتفك الدقيق بشكل منفصل يمكنك رفع أو خفض مستوى صوت التطبيقات التي تستخدمها بشكل متكرر مثل مثلا تطبيق الاستغرام أو جوجل كروم أو مثلا فيسبوك يوتيوب أو مثلا في الألعاب يمكنك عمل silence أو وضع الصامت في الألعاب مثلا وغيرها من الأمور طريقة يشغل التطبيق الأمر بسيط جدا تقوم باختيار التطبيق وليكن مثلا أستغرام ثم أقوم أصدقائي بإلغاء كتم الصوت لجميع الأمور الأخرى كمثلا المكالمات الإشعارات وغيرها من الأمور عندما أقوم بضبط الأمور التي أريد على التطبيق الآن يمكنك عمل نفس الطريقة لتطبيقات الأخرى ثم تقوم بتفعل التطبيق من هذا الخيار إذا توجهني إلى الانستغرام أصدقائي كما تلاحظون سوف يشغل الصوت في الانستغرام فقط كما تلاحظون ستارت مود أون كما تلاحظون الصوت موجود في الانستغرام فقط ولكن التطبيقات الأخرى تم كتبوها بشكل أوتوماتيك من خلال التطبيق ويمكنك مثلا خفض الصوت في تطبيق معين ورفعي في تطبيق آخر يعني تحكم كامل في مستوى صوت كل تطبيق اخترته تطبيق أصدقائي بصراحة خرافي جدا لا بد أن يكون في عاتفك الأندرويد التطبيق الرابع الموجود في هذه السلسلة كاش كلينر هو أداة مفيدة لتحسين أداء هاتفك الذكي وإدارة مساحة التخزين بشكل فعال حيث يعمل هذا التطبيق لتنظيف الملفات الغير الضرورية مثل ذاكرة التخزين المؤقتة الكاش الخاص بالتطبيقات وكذلك الملفات المؤقتة وبقاء الملفات التي قد تتراكم مع مرور الوقت وتؤثر على سرعة الجهاز طريقة استخدام التطبيق فهي بسيطة جدا فعند فتح التطبيق سوف يعطيك ثلاث خيارات الخيار الأول سوف يقوم بحذف لك الملفات الكاش الموجودة في التطبيقات التي قمت بتنزيلها في هاتفك الخيار الثاني سوف يقوم بحذف لك الملفات الكاش الموجودة في تطبيقات النظام أما الخيار التلس سوف يقوم بحذفه مع ماء في آن واحد فكما تلاحظون إذا توجهنا إلى الذاكرة الداخلية لهاتفي لدي 81 جيجا بايت لكن سوف أقوم أصدقائي بتنظيف الهاتف من خلفات التطبيقات يعني الملفات الذاكرة العشوائية الكاش عن طريقة التطبيق سوف أقوم فقط باختيار التطبيقات التي قمت بتنزيلها أقوم باختيار الخيار الأول ثم أضغط على اللاو سوف أعطيها الصلاحيات اللازمة لكي يصل إلى الملفات المخفية في هاتفي بعد ذلك أقوم بالنقرأ الملألي مرة أخرى ثم أضغط على اللاو وكما تلاحظون أصدقائي الآن سوف يعطيني كل التطبيقات التي قمت بتنزيلها في هاتفي لأن كل ما لي وأن أقوم بالنقرأ على هذا الخيار لكي يقوم بالتأشير على كل التطبيقات بعد ذلك سوف أقوم بالنقرأ على هاتي الأيقونة الميكناسة وكما تلاحظون الآن يقوم أصدقائي بحذف كل ملفات المخفية يعني ملفات الكاش فقط الداتا لن يقوم بحذفها باتاتا يعني لن يقوم بفرمطة كل التطبيقات يعني حذف الداتا الخاصة بها فقط الكاش أصدقائي الأعزاء كما تلاحظون بشكل أوتوماتيكي بدون تدخل مني كما تلاحظون أصدقائي تم التطبيق من الانتهاء من عملية حصلت على تقريبا 5 جيجا بايت كما تلاحظ أمامكم إذا تذكرتم أصدقائي في ذكرة الهاتف كانت 81 انظروا أصدقائي العزاء تم حذف تقريبا 5 جيجا بايت حصلت عليها قمت بحذف كل ملفات الكاش بشكل أوتوماتيكي عبر هذا التطبيق وقام بإضافة لي 5 جيجا بايت مساحة تخزين عشوائية لهاتفي يمكن للإستفادة منها في أمور أخرى نعم أصدقائي تطبيق صراحة خرافي جدا يقوم بحذف لك كل ملفات الكاش المخفية في هاتفك التي تأخر من مساحة الهاتف ولكن دون أن يقوم بحذف لك الداتة الخاصة بها كما تلاحظون مثلا إذا توجهنا الفيسبوك فسوف نجد الفيسبوك عادي جدا لم يحدث الداتة الخاص به كذلك مثلا الانستغرام كما تلاحظون أمامكم أو مثلا كذلك سوف نتوجه مثلا إلى ميسانجر كما تلاحظ أو مثلا تليجرام يعني قام بحذف الكاش فقط كما تلاحظون أصدقائي عبر هذا التطبيق الرابع والرائع مع هذا التطبيق الخامس فراندلي لن تحتاج لتطبيق ميسانجر بشكل منفصل للدردشة مع أصدقائك على الفيسبوك حيث يقوم بدج لك التطبيق كل التطبيقات مواقع التواصل في مكان واحد كفيسبوك ميسانجر انستغرام تويتر تيك توك وغير من التطبيقات الأخرى كما تلاحظون يمكنك تصفح الفيسبوك بشكل عادي جدا كأنه تطبيق فيسبوك حقيقي كذلك يمكنك صديقي لداخله سوف تجد الميسانجر مدمج كذلك سوف تجد هنا الإشارات وهنا سوف تجد صديقي كل إعدادات التطبيق ومن خلال هذا الخيار يمكنك صديقي التوجه مثلا إلى انستغرام تويتر لينكدين يوتوب وتعالى تيك توك كما تلاحظون كل التطبيقات في أين واحد سوف نفتح مثلا الانستغرام كما تلاحظ يمكنك تصفح الانستغرام يمكنك تحميل المنشورات بالنقر على هذه الايقونة كذلك سوف تجد مكان الرسائل يمكنك تصفح كذلك التيك توك على سبيل المثال كما تلاحظون يمكنك تصفح من مشاهدة الفيديوهات على التيك توك أنه تطبيق تيك توك رسمي ومن هذا الخيار يمكنك المرور بين التطبيقات كما تلاحظ يمكنك تصفح الفيسبوك عادي جدا من خلال هذه الايقونة يمكنك تحميل المنشورات وكذلك حالات أصدقائك على الفيسبوك أو انستغرام تطبيق صراحة رائي جدا الكل في واحد سوف تحصل على مساحة كافية جدا عندما تقوم بحذف التطبيقات الفرضية فيسبوك انستغرام ميسانجر تيك توك وغيرها يمكنك الاكتفاء بهذا التطبيق الكل في واحد هل تبحث عن تطبيق يجمع كل ما تحبه في مكان واحد فإليك هذا التطبيق السادس والأخير يعتبر كنز لعشاق الكرة حيث ستجد فيه كل ما تبحث عنه كما تلاحظون وجهة التطبيق في مرتبة وآنيقة جدا ومقسمة حسب الأقسام كما تلاحظون على هذا الشكل يمكنك مرور بينها بياته الطريقة تطبيق صديقي سرعة رائي جدا جديد لسنة 2025